أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية أن مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر برلين الوزاري تأتي في إطار حرصها الدائم بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم على دعم الجهود الدولية في تسوية النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والحد من تداعياتها الإنسانية وتأثيراتها على الأمن الغذائي وكذلك تفعيل الشراكة الدولية في القضاء على الجوع وضمان سلامة الغذاء والأمن للجميع تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030 كما أعرب عن الاعتزاز بتبني الحكومة الموقرة برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء استراتيجية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير برنامج المخزول الاستراتيجي واتباع أساليب إنتاجية حدثة مبتكرة إلى جانب مواصلة دعمها للمبادرات الدولية وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية المعززة للأمن الغذائي الوطني والعالمي جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي حمل عنوان متحدون من أجل الأمن الغذائي العالمي لمناقشة سبل الدفع قدما بالمبادرات العالمية لمعالجة تهديدات الأمن الغذائي النتيجة عن الصراعات الدولية وتغير المناخ وعواقب الجائحة العالمية ترجمة نانسي قنقر